بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواصلة معكم أيها الأحباب في هذه الجلسات من أجل التفقه في مناسك الحج هناك سؤال طرح علينا من جديد سنحاول الإجابة عنه هو عام وخاص في نفس الوقت هذا السؤال يقول ما الذي يحرم يعني هذا حاج يسأل يقول ما الذي يحرم علينا أثناء الإحرام يعني ماذا ما هي المحظورات في الإحرام وكين قلوا في الإحرام يا إخوة الإيمان ما وش معنى رحلة الحج كاملة بمعنى عندما نصل إلى الميقات والرجل يتجرد من ثيابه ويلبس الإيزار والرداء ويعري راسه ويقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم لبيك ويبدأ ماشي والمرأة أيضا تلبي وتبدأ ماشي من الميقات حتى نلحقه نطوفه ونسعاه والحج المفرد يبقى محريم حتى اليوم العيد بش يتحلل إذن وقت الإحرام النهار اللي نكونوا محريمين مثلا لدي المتمتع اللي يدخل بعمراء اللي يدخل بعمراء يبدأ الحج التعوب بعمراء ثم يوصل إلى الحارم يطوف طواف العمراء ومن بعد يسعى سعي العمراء ومن بعد يحلق ولا يقصر والمرأة قصر ومن بعد يتحلل إذن هذا المعتمر هذا في الحج ولا في غير الحج وينت يكون محريم ما هو وقت الإحرام من الميقات إلى أن يتم الطواف والسعي والحلق عندما يكمل الحلق أنتعه يعني ممكن يمشي مع الطريق المشي اللي تكون مع الطريق ومدة الطواف ومدة السعي ومدة الحلق والتقصير يكمل إذن هذا يكمل للإحرام في هذه المدة للإحرام يسأل الحاج هذا السائل الكريم ونحن نجيبه كل إخواننا يقول في هذه المرحلة مرحلة الإحرام وفترة الإحرام والإحرام قلنا في الوقت اللي يكون هو ناوي أدي مناسيك الحج يكون هنا عاقد النية نقول له الآن وش رك تعمل علاش أنت أيها الرجل تجردت من المخيط المحيط من ثيابك ولبست الإيزار والرداء وعريت راسك وراك تلبي وراك ماشي وش رك ناوي يقول أنا الآن راني ناوي راني نقوم بفريضة الحج ولا بفريضة العمر إذا كان معتمر والمرأة راهي معتمر راهي محرم إذن هذا اللي راه ناوي راه في وقت النية انتعوا في وقت الإحرام انتعوا انقلوا له هنا ما هي الأشياء اللي محضورة محضورة بمعنى ممنوعة ممنوعة بمعنى ما يجوزلوش يخدمها وشنه هي الأمور اللي ما يجوزلوش يخدمها نقول بالنسبة للرجل أنه لا يلبس السروال ولا يلبس القميص ولا يلبس الفنيلة أو الشعار يعني التريكو ولا يلبس أي حاجة اللي كان يلبسها من اللباس المخيطة العادية والمخيطة ما هوش معناه أنه ما فيهاش الخيط لأنه إذا لبس بليغة وفيها الخيط يعني عندما يلبس بليغة وفيها الخيط لا يجوز له ذلك الخيط اللي ما يجوش هو اللي ينفصل يعني عباية راه ينفصلة فيها الكم الكمام هذو ولا سروال مفصل ولا لبسها دايرة مفصلة العباية هذه هذا المخيط هذا اللي ينفصل الحوايج تيام هو اللي ما يجوزش أما لو كان يزار الفوطة اللي يفوطها الراجل لو كانت تمزق له و يخيطها فلا حرج في ذلك إذا دار السبتة و السبتة مخيطة لا حرج في ذلك إذا كان مثلا الحافظة البوشات هذي المكتوء اللي يدير فيه الدراهم و اللي يدير فيه الأوراق إذا كانت مخيطة لا حرج في ذلك يعلقها عليه إذن المخيطة الحاجة اللي مخيطة اللي لمجوش وإنها هي الحويج اللي ينفصلين الألبسة اللي نفسرها لحسابنا اللي نلبسوها في الظروف العادية و كذلك الراجل ما يغطيش راسه الراجل ما يغطيش راسه و المرأة ما تغطيش وجهه لا تنتاقبوا ولا تلبسوا القفازين من المحظورات في الإحرام أيضا الطيب بمعنى إحنا نقوله الريحة الريحة يعني العطرة هذا الطيب هذا العطر هذا الريح هذا الدهن اللي يدهن به بيدي العطر و بيدي الريح كذا في الإحرام بمجرد ما يحرم لا يجوز للرجل ولا للمرأة و بالمناسبة ما يجوز لهش يدير حتى هذه المنظفات يعني صابون الريحة و اللي يدير أي حاجة حتى الماكلة اللي فيها عطرة حتى الأمور اللي فيها عطرة ما يدهنش بيها ما يديرهاش لماذا؟ لأنه يكون هنا باش يكون أشعاث أغبر هنا يكون في تذلو ليكون في عبادة لله عز وجل يطرق زينة الدنيا يطرق هذه الكماليات هذه الزينة و لذلك المرأة إذا كان مليح أنها قبل ما تحرم الدير الحنة يجوز لها الدير الحنة لكن أثناء الإحرام لا يجوز لها الدير الحنة لأنها فيها رائحة فيها عطرة فيها نوع من الطيبة إذن الحنة يجوز لها قبل ما تحرم تبقى معها الحنة هذه ولكنها أثناء الإحرام مديرهاش إذن الطيب هو كل ما كان فيه عطر و الدهن فيه رائحة رائحة طيبة هذا لا يعملون إذن التجرد من المخيط المحيط بالنسبة للرجل عدم الانتقاب بالنسبة للمرأة وأنها لا تمديرش القفزات ثم منديروش العطر ثم كذلك يعني اللي ماشين في الطريق هذه ممكن في القديم كانت موجودة الآن ما نحتاجوش لكن نذكرها وهو صيد البر يعني صيد البحر يجوز مثلا لو كان إنسان محرم ومشارح للشط وصيد السمك هذا يجوز له أما أنه يصيد غازال أو يصيد أرنب أو يصيد حاجة التي تصطاد من الغابة لا يجوز له ذلك هكذا شرع الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمحرمي أن يقص أظفاره وحديث اللي يقول كان ظفري قصت حاجة قصت حاجة وتكسر واش ندير له الآن قوله لا يؤذيك نحي نحي حاجة لتؤذيك ولا شيء عليك لا لا شيء عليك يعني أنت نحي ظفر ولا كذا هذا لا شيء عليك إذا كان انجرحت ولا انقاس ولا كذا أما متعمدا لا يجوز لك ذلك إذا انقص الأظفار لا يجوز لا يجوز كذلك الحلق إلا إذا كان يعني الإنسان ومريض يعني شعره حبيجاته هوام مثل مذلك الصحابي الذي رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الهوام ما في شعره ربما كثير وقال له أحلقه ولكن يفدي يفدي بمعنى أنه يذبح نسك أو يصم ثلث أيام أو يطعم ستة مساكين لكن في الظروف الخاصة أن المحرم وقت الإحرام لا ينتف الشعر ولا يحلق الشعر من أي بدنه من كل جسده ما يجوزوش ذلك إذا كان يحرم إذن يحرموا عليه هذه الأمور كلها كذلك يحرموا على الحاج يا إخوة الإيمان ربما وحد يسألوا هذا وطرحنا واحد سؤال قال لك وحد مريض وما يقدرش يعري رأسه راجل ما يقدرش يعري رأسه والراجل يزمي يعري رأسه يعني من المحظورات على الرجل أن يكون حاسر الرأس رأسه معري وحد يقول لك أنا تضرني الشمس والطبيب قال له تغطي رأسك ماذا يقال له يقال له تغطي رأسك نعم ولكن تفدي عن ذلك يعني الصمثة أيام أو تطعم ست مساكين يعني جزلك تغطي رأسك ولا حرج في ذلك حتى ولو الوحد يقول لك أنا عندي ظروف أنني لا بد من لبس تبان ولا لبسر على الرجل لظروف لمرض عنده مرض خاص هذا أيضا كل من يخالف هذه الواجبات أنه يفدي ولا إثم عليه ولا حرج عليه ولا شيء عليه أبدا إذا كان واحد أنسى وهو لابس يعني مغطي رأسه لكنه أنسى عندما يذكره يعني يعري رأسه ولا شيء أعلي هذا الإنسان الذي يكون في الميقات أحرمه وابقى مغطي رأسه عندما يذكره يقول لك محرم الآن أو الله هو يتفكر وحده يعري رأسه أيضا ولا شيء أعلي إنما الذي يتعمد هو الذي عليه الفدية مما يحرم على المحرم بالحج يحرم عليه عقد القران يحرم عليه عقد الزواج معناه المحرم وقت الإحرام فقط ونعرفنا وشنه وقت الإحرام يعني قبل التحلل من الميقات إلى قبل التحلل في هذه المدة لا يعقد الزواج بمعنى هو ما يخطبش وما يزودش و هو ما يعقدش للقران و كذلك المرأة لا تخطب ولا تقبل الخطوبة في ذلك الوقت لأن هذه من الموانع المؤقتة يعني في الزواج كي يموانع مؤبدة و كي يموانع من المحرمات من النساء و كي يموانع المؤقتة أن المرأة إذا كانت محرمة بحج و الرجل كذلك إذا كان محرم بحج أو بعمرة هي محرمة بحج أو عمره وهو إذا كان محرم بحج أو لا عمره من المحرمات أيضا من المحظورات في الإحرام هو الرجل الذي يرافق معه يعني تروح لتحج معه الزوجة تعوى تروح لتحج معه الزوجة تعوى أثناء الإحرام لا ينبغي أن يعاشر زوجته وكذلك حتى مقدمات المعاشرة لا ينبغي له والنبه إخوانا والنبه شبابنا ليخذوا معهم الزوجاتهم أيضا يبتعد عن الملامسة بالمداعبة ولا التقبيل ولا غير ذلك لأنه ربما تطغى عليه غريزته فيقع في محظور وربما يفسد عمرته أو يفسد حجه إذن هذه المحظورات التي ينبغي أن يبتعد عنها الحج يبقى فيما لم يحضر فيما لم يحرم في غير هذه الأمور يبقى أنه يأكل عاديا ويتكلم الكلام الطيب عاديا إذا تعب نام يقدر يعالج يقدر إذا نجرح يداوي روحه يدهن بالمرهام لما فيه عطر يداوي روحه يدير الدواء كل هذه الأمور يقدر يعملها بصفة عادية وهناك قاعدة عامة في الإسلام ما هي هذه القاعدة العامة في الإسلام؟ هو أن الأصل في الأشياء الإباحة كما يقول علماء الأصول بمعنى عندما نسمع العلماء يقولون ما يجوز الكمش في الإحرام كذا وكذا وكذا قصة الأظفار وحلقة الشاعر وتغطية الرأس للرجل والانتقاب للمرأة ومعاشرة المرأة بالنسبة للزوج وكذا عندما يقولون هذا ما يجوز الكمش يحدنا قائمة ماذا يعني؟ يعني كل ما لم يحضر يجوز لنا كل ما لم يحضر يجوز لأن بعض الناس يسأل هل كاين المرأة تسأل يعني يلزم لها لبسة بيضة خاصة ولا لبسة كذا يلزم لها لون معين هذه لم يقول بها العلم ولم يقول بها الفقهاء إذن كل ما لم يحضر كل ما لم يحرم وكل ما لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز للحاج أن يعمله وقلت سابقا بأننا نسأل ونتأكد ونتفقه من أجل أن نكون على بينة من أمور ديننا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم وفق حججنا وحجتنا آمين وارضى عنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين